السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة يومية سروا فلوغ غبرت عليكم اليومين ولكن جبت لكم الجديد ان شاء الله بإذن الله بالنسبة للوصفة ديال اليوم عدنا بسطلة ديال الحوت كي يجيو رائعين وراقين في التقديم وبينسيوه بطريقة مبسطة جدا جدا كيف معودكم ديما نخليكم مع طريقة ديال التحضير والمقادير كيلو ديال الفرخ قسمناه مزيان وخليناه تنشف كيلو ديال القيمرون كروفيت عدنا جوش فلفلات هنه يا خضره متقدروا تستعملوا اللي بغيتو يعني الصفرة اللي بغيتو كنورا وعدنا واحد شامبينيون نوار بكيميا قليلة هو الزيتون انا اختارت زيتون يعني اللي في الحار قطعتوا قطعة صغيرة وانتوما لكم الاختيار تقدروا تختاروا الزيتون الأخضر يعني ماشي الحار بالنسبة للشعرية انا غنستعمل شعرية ديال الروز غنستعمل غير جوش قطعة هما نغمال مو كتكون فيها 6 او 8 ديال القطاع الحساب يعني الباكي اللي عندكم هدا هو يعني الباكي اللي كنختار انايا وكي صراحة كيجي زوينة وكتعجي بني حسن من الشعرية ديال ديال الصينية غنختار ورقة ديال البخار هاد المقادر هما اللي غنحتاج بالنسبة للعطرية انا غنستعملها انا كنطيب وانا كنوريكم العطرية حيث ما غديش نحتاجوا العطرية بثاف اول حاجة غدي نقطع ديال الفلا قطعة صغيرة هنحاول نقطعها قطعة صغيرة باش ما تبانش النتانية كبيرة في البستيلة هاد كلي ما كيبغيهاش كلي يعني تقدروا تستغنوه الى ما تديروهاش سافي مبعد ما غنقطعها قطعة صغيرة غدي نخليوها حتى هي اول حاجة غتشحر بالنسبة للورقة اللي بنات ديروها في واحد البلاستيكا او لو ورق سيفاريز واحد البلاستيكا ما خستاش تخليها البرد يعني حتى نبغون نطيبوها عادا نقضو نجبدوها سافي بعد ما غنقطع الفلفلة غادي ناخدوا واحد مقلة او التنجرة ديالنا غادي نديرو فيها واحد مالقا ديال الزبدة انا ما كنستعمش الزيت في البستيلة ديالي كل ما كنستعمش الزيت غادي ناخد الزبدة غادي نخليها غي تدوب وغلوح عليها هاتيك الفلفلة بسبة الفلفلة غنخليها حتى الطيح يعني مايبقاش يعني قاسحة تحاول جي اطرية باش تفل البستيلة مني كان بغون ناكلوها كل ما كيبغياش وكل ما كيبغياش باش ما كتبانش ديالك الفلفلة تماما سافي غادي ندون شحر شوية ديالذيك الزبدة مع ديالالفلفلة حتى الطيح عدم دا نديرو شوية ديالعطرية بالنسبة للعطرية ما كنحتاجوش بزاب ديالعطرية غادي ناخد اوال حاجة دي كنورات الحوت انا درت غير نص ديالكنورة ما درتاش كاملة علاش الحقاش دايجة غادي نستعمل يعني العطرية في الحوت وكلشي غادي نستعمل غير نص كنورة باش ما تجيش مالحة هنا درت غي شوية ديالبزار نستمع القا ديالبزار نستمع القا ديالتحمارة ونستمع القا ديالغي شوية يعني غي قباسة ديالخرقهم بلدي هذا كاختيار اللي بغيتو سافي وغادي نستعملوا هنا يا شوية ديال تمرة ما تصورت اليها ما حكيتها شوية معاهم وغادي ندون خلطوا هاد العطرية يعني استعملنا غير كنور نص كنورة شوية ديالبزار شوية ديالتحمارة وشوية ديالكامون وشوية ديال خلقه من بلدي سافي هادو هما يستعملنا غادي ندون نسقطوا فيها شوية انا كما كنتشوفهم ما غاديش نزيد المدابة حتى ديالطح شوية عدا نزيدو نخليها اضطح لخاطر خاطرها الرباح تاوه ما غا نسوش بعد ما زدنا هي يعني الرباح نصافي بدا تكتحنا الفلفلة ديالنا وبنسبة لهذا البستيلات ما كده اخدوش يعني الوقت بزاف يعني بنسبة لان البستيلات ديال الحوت كتجيني سهل من بستيلة ديالتجاج حيث ما فيهاش بزاف ديال المقادر يعني كتشحر يكون شي بمقلة وحدة وصافي من بعد كده تعمري بيوم هنا سافي غادي نخلي البستيلة ديالي هنزت هنا شوية ديال بستيلة ديال الحوت يعني العطرية ديال بستيلة ديال الحوت وغادي نزيد نصف معلقة ديال بستيلة من نصف معلقة ديال العطرية ديال الحوت غا نذكر خديت هنا نصف معلقة ديال بستيلة ديال الحوت حيث كينا العطرية ديال بستيلة الحوت الحمرة وغادي ناخد نصف معلقة ديال العطرية ديال الحوت كي تنسمنا ذلك الحوت يعني هذا كي يجي واحد للنسمة الزوينة دي الحوت سوف نخلي ودستعليها هنا واحد كاز دي الماء ونخليها هنا بدلت تنجرة لحقاش الأخرى يعني ما مساعدتنيش في الخدمة خليت عود تبدلتها وغادي نخليها هنا سوف نخليها حتى تنشف شوية من الماء وغادي تعسل لنا هنا يا البسطينة ما خاصش تكون يعني الماء بزاف باش ما تتقبشنا الورقة سوف هنا نشف تماما هادي غادي نخليها وغادي نديرها في اليناء اللي غادي نحط فيه الحشوة بالنسبة للمقلة أنا ما غنبتل هاش هنخلي نفس المقلة نفس المقلة غادي ندير فيها الكروفيت وغادي ندير فيها الكالامار بالنسبة الكروفيت غادي نخليه الكشور دياله مكن لحوش يعني ما ذكرتش لكم ولكن رجوعوا الفيديو السابق غاet شوفو طريقة ديال الكروفيت كيفش حتافضنا بهiegen�正 healing هنا زيتون قطعنا قطاع صغير ذاك الزيتون اللي في الحار قطعته الصغار يعني ماشي مقاش يبين وستعلي ديك الفلفلة وغنخليها على جانب وغادي ناخد الكروفيت ديالي دابايا نفس المقلة غنستعمله ما تبقوش يعني تقوي بزاف نفس المقلة كتبقى ديك العطرية ديالهم غنعود ندير معلقة غنخلي الزبدة الدوب وغنزيد الكروفيت بالنسبة الكروفيت ماكي طيبش بزاف يعني ما تخليه عاي صوتا شوية بعد ما كتبزبدة غلوح الكروفيت ديالي العطرية رخلينا ديك المقلة يعني كتشرب تديك العطرية اللي كتبقى سافي هنا دابت غنزيد ديك الكروفيت ديالي غنزيد علي شوية ديال الملحة وي شوية يقبيصة ديال الملحة وقبيصة ديال البزار سافي هات الشي اللي غنستعمل فيه ما غنش ندير فيه لعطرية الحوت لأولو حد جادرناها فلفلاء سوف نزيد الملح و البزار سوف نسوطي فيه 5 دقائق غير تسهد في هذه العطرية و في هذه الزبدة و بين قوسين بالنسبة للقشور كما ذكرت لكم قبيلة تقدروا ترجعوا للفيديو السابق نجعل القشور نجعل القشور نغسلهم و نضيفهم في كصرونة نذهب بالكصرونة نضيفهم في القشور ثم نجعلهم نضيفهم حتى تغلى و نضيفهم طوما و نضيفهم طوما و شوية كنورة و العطرية و نجعلها قليلا و نصفها ساونا ن cops 두 الماء و اللي غادينديرو فى البرمستين الشعريه دياللى اللي ورينيكم ديال الر tougher عشع باش كتنسم ديك الشعريه شعريه كتنسم بالعطرية ديال الحوت باش حتى هي كتعطي لده ديالى هدي طريقة ديما كنستعملها لا فى البصيره الكبار ولا فى البصيره الصغرا ولا فأى سيجار ديال الحوت إلا ما كش عندي حتى الحوت كنستعملها كنحاوين ندير غير يعني نقدر نصيبها لا نبغ casts على الزوك자� بعد ما دعنا الكروفيت رماء تلقى لنا المشوية خليه يعني ما تلوحوش نفس المقلعة بعد ما دعنا الكروفيت في نفس الإناء اللي دعنا كبيلة فيه الفلفلة والزيتون غادي نزيد الفرخ هنا قطعنا قطعة صغيرة الفرخ خلينا يعني ما يتحول ما يتفرتش لكم باش يجيبا ينتاوه في الماطق صافي غادي نخليه هتاوه غا نسوطيه بالنسبة لي انا ما غاديش نزيد لما الوالو صافي في هذيك الزبدة و في هذيك المدلي بقى دي الكروفيت هنا فاش غاي طيب صافي و غادي نكملو هاد المقادر الفير ميسال خليناها كتشحر كتف الكسروني اللي دلنا في هذيك الكروفيت خليناها باش ننفو نساليو هاد الفرخ صافي كندخليو كل شي كيتخلق راه سهلا يعني نجربوها باكد تاخدش الوقت بزاف انا استعملت معاكم غي كيلو كيلو تقدروا تستعملو حتى نس كيلو نس كيلو يعني تجربو غير مقادر يعني قليلة وتشوفو كيفاش ديكم عادة تقدروا تجربو كتيرا هنا زلت هنا غي شوية دي الملحة ترجمة نانسي قنقر قدروا تجربو كتيرا سوف نحن نخليه بطيب هاداك المال اللي بقارينة ديال الفرخ غادي نسطيه فيه هاداك الهدف بعدما قطعناها قطعناها قطع صغيرة غادي نعود نقطعوها وغادي نخليوها فتك الماء يعني تشحر مزيان تشرب ديك العطرية ديال المادية الفرخ ودك المادية الكروفيت لخلينا هنا بالنسبة للشامبينيون نوع بعدما طريقة الأولى دياله وانا كديري في واحد الماء تغسليه مزيان حيث يكون عامر طراب يعني تغسليه مزيان وتخليف يعني تغسليه فلانا كنغسله في الماء في الأول وكنا نعود نغسله ونغسله بزاف بعلاج حيث يكون عامر طراب وخنقطعو قطع صغيرة انا كنشرم له يعني كنا نقطع بزاف باش ما يكب قشبين حيث كلي ما كيبغيش بحلكة كبير غادي نحاولو نقطعو قطع صغيرة وانا قدرت ليغيش وياة الزبدة صافي وصيطيته في نفس المقلع ما قدرت له اعطريه اتشي حاجه حيديجه هوته هوكي جبنيل في الماء دياله صافي هنا غين نصيطيه يعني ما نخليه وشتير يعني ما غديش يطيب بزاف هات شامبينيون نوع تقدروا استعملوا الشامبينيون دا كل المعلب او الشامبينيون طري يعني لكم اختيار اللي بغيتو انا استعملت غير هذا اللي كان عندي في الدار وما اخليش بزاف يعني خليت بنيسبر شد راهم فقط يعني شد راهم ودعتني يعني ادات ليه كثيره وما زل نقص منها تصافي هنا الحشوة دياله واجده بعد ما اضطينا لها داك شامبينيون مارك حطينا داك الفيرميسال قطعنا الفيرميسال كما كتليكم تصافي نخلطه دا كل شي باش تشرب ديك الاطرية مع بعضياتها وبالنسبه كاختيار تقضوا تزيدوا هنا الفيرميس تزيدوا الهريسة كاختيار الى كتبقوا الحار انا بديت بالي غادي نزيد غاية مع القا علاش حت عندنا يعني كين ندري صغار لا بغيتوا ما عندكم فش تزيدوا يعني الحار حتا جادرنا نزيدون حار انا درت غاية مع القاة صغيرة ديال الحار هنا مع القاة حتادي عندي حارة بزاف صافي درت مع القاة صغيرة وغادي نخلطها مع بضياتها وغا نخلي الحشوة حتا تبرد يعني ما تدروهاش وهي سخونة خليوا الحشوة تتبرد مزيان عادة يعني ديروها في الورقة دي البسطيلة سوف نخلط واحد شي كامل وغا ندوز معكم المرحلة ديال الطريقة ديال اللف ديال الورقة البسطيلة على شكل يعني بسطيلة دائرية بالنسبة لهنا تقدروا تستعملو بريوية تقدروا تستعملوهم سيجار تقدروا تستعملوهم كيف ما بغيتو يعني الطريقة ماشي مشكي لهم الحشوة كتجي ديدة ومعالكة يعني تقدروا تدلو تبسطيلة كبيرة لكنتو بالنسبة العائلة صغيرة تقدروا تدلو بسطيلة كبيرة وتحطوها كطابق يعني في فرمدان كتجي زوينة وغنية بالحوت والديدة كيضوا الطريقة ديال البسطيلة هنا الورقة كيفما حتلكم نحتاج اطار دائري حيث نستعملهم كدوائر ثم نستعملهم كما أردو ونأخذ ضروري يكون لدي زبدة ندوبها وفرماج نحكو يعني غير شوية من الفوق يعني اللي بغيتو ماشي ضروري فرماج حمر غير شوية وبالنسبة للعاجين ندير البشر للسقوق الورقة كيف ما معروف بكل شي كي يعرف يعني الطحين مع الماء هنا غادي نديرو الدائرة هنا غادي نديرو بحال المثلاتات ربع دي المثلاتات وغادي نحطوهم في الدائرة الوسط وغادي نحطو ديك الحشوة نحاولو يعني نحطو يعني نحاولو نقادو الجواني باش تجي عامرة ما تجيش يعني خاوية من شي بلاسة وعمرة من جيه خاصة تكون عامرة مزيان هنا غادي نزيدو شوية دي الفرماج حمر غير شوية باش منيك تبغيت تاكلها كنجي ديك التعليكة زوينة انا ما كنستعمش موطزاريلا كنستعمل فرماج حمر على الموطزاريلا سافي هنا غادي نحول كل مثلات نحاول نستو بحالة كننلمط يعني كنحاول نست كل شوية بوحده هنا العجين كيف ما وردكم ديال الطحين كيجي ما يجيش جاري وما يجيش يعني قاسح بزاف يعني ما بينو بين كيجي بحال واحد الكريم بحالة بشامل كيجي خاتر شوية سافي غامدو نستو بحالك المطور جوانيب كاملين باش ما تحلش لنا الورقة انا استعملت ربع ديال موثلات يعني ورقة قسمتها على 4 وغادي نخلي ورقة وغادي نستدها كامل يعني اختاريت الورقة الموين ما اختاريتش الكبيرة انا اعطيكم جوش طورق ديال الطريقة ديال بسطيلة ديالتائرية انتم ما ديروا اللي بغيتو انا استعملتهم كبار شوية يعني عائلة عدنا كبيرة استعملتهم كبار سافي نستو هذا بس سافي سديناهم بذيك العجين ربع ما كيتحلش لنا مع العجينة ديال الطحين والبيض سافي غادي ناخد واحد الورقة سافي غادي ناخد واحد الورقة غادي نديرها فوق من هذيك الورقة اللي اللي درنا وغادي نحاول نرمطها مزيان والجوانيب ما غاديش يتحلونا تماما هنوريكم شكل ديالها سافي غا نديرها نقلبها باش داك الفرماج كي يجي من تحت سافي دا بغادي نمدا ناخد كلها متلت كلها يعني اللمطهم مزيان وغا نحاول هنا نزير تحلش لنا داو كما كتشوفو كنزير وكنناخد داك العجين وكنلسق نزير واللسق حتى نكمل الورقة ديالي كاملة كنناخد الوقت ديالي كام يعني علاقة بلاد الورقة باش ما كتتحلش لنا في الفران سافي من بعد ما كنكملهم سافي كنخليهم باللاطة ديالي كنكون موجد اللاطة ديالي هنا وكننكمل الحشواء ديالي كاملة يعني كيف ما كتشوفو راني درتم كبار كندكر درتم كبار تقدروا تديرو تم ايطار صغير ما عندكمش ايطار كتديرو واحد جبانية صغيرة او لطبصل يكون غارق صغير لحسب ان تغيروا القياس اللي بغيتو وكيف ما ندكر عقدين تقدروا السيغار تقدروا تديروهم بريوات تقدروا تديروهم يعني الطريقة اللي بغيتو انتوما سافه بعد ما كملت الولى هدوزنوريكم طريقة تانية يعني لا ما بغيتوش طريقة اللوولة تقدروا الطريقة تانية ديال طيدي ديالها سافي هنا هدوزن الثانيةund وغاديديوزن أندوز نضيف الطريقة الثانية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة